تعلن جامعة الإلحاد العالمية في لندن المملكة المتحدة البريطانية عن بدء الانتساب إلى الجامعة لعام 2024 وتنتهي فترة القبول للطلبات في سبتمبر 2023 الشرط الأساسي لكل منتسب مسلم أن يجيب على عشرة أسئلة مرفقة مع طلب الانتساب والهدف من ذلك هو تقييم ارتقائه الفكري وإمكانياته العقلية لإدراك واقع الحياة الموضوعي ومقارنته مع الأصاطيع والخرافات وما يعرف بالإدعاءات الميتافيزيقية أي الغيبيات والإيمان يجب على المنتسب الحصول على معدل لا يقل على الثمانين بالمئة في إجابتهم على الأسئلة وهذا هو الشرط الأساسي للقبول في الجامعة وكل من يفشل في تحقيق المعدل المطلوب يعطى فرصة ثانية لإعادة تقديم الطلب بعد ثلاثة شهور من تقديم طلب الانتساب الأول يتم الحصول على درجة بكالوريوس الإلحاد بعد أربع سنوات دراسية وإليكم مختصر عن مضمون المنهج الدراسي في الجامعة في السنة الأولى يتم دراسة القصص البارزة في مجلدات ألف ليلة وليلة وتحليلها بالنقد الخيالي من ناحية المضمون والترابط والهدف بالإضافة إلى قراءة وتحليل مختصر فلسفة السنة الثانية سيتم دراسة وتحليل شريعة حمرابي الزردشتية مختصر أصول الديانة الهندوسية ومن بسق عنها من البوزية والطاوية المفهوم الإغريقي للميتافيزيقة والآلهة ديانة المصريين القدماء الديانات الإبراهيمية ما هي أصول السلوكيات أو الظواهر الروحانية وتأثيرها على المجتمعات مفهوم منهج العلمانية وتطبيقاتها في كثير من دول العالم حاليا ظاهرة التنوير والإلحاد مضمونها وأسبابها والنتائج السنة الثالثة سيكون مضمونها سايكولوجية الطبيعة البشرية وتفاعلها مع مؤسطرات العواطف وأهمها الترغيب والترهيب وفنون احتكار السلطة واستعباد العنصر البشري ثم يضاف إلى ذلك دراسة شاملة لآلات غسيل الأدمغة البشرية ما هي أساليبها في التلقين وكيف تصادر على الارتقاء الفكري والمنطق وكيف تستعبد البشر فكريا وجسديا السنة الرابعة احترافية أساليب القبول والتواصل مبادئ وأخلاقيات أساليب الحوار الحضاري مع مخالفي الأفكار والمناهج والمعتقدات زيارة أمكنة ومواقع العبادات وتجمعات ما يسمى بالتواصل الروحاني والتحدث إلى الشخصيات البارزة في هذه المواقع لتحضير رسالة التخرج النهائية والتي يجب أن لا يقل مضمونها عن ما أتاني صفحة وإليكم الآن تفاصيل الأسئلة العشرة المتوجب على المنتسب أن يجيب عليها قبل أن يوافق على طلبه في الانتساب أول ما هو نوع الحوت الذي ابتلع النبي يونس عليه السلام مع إعطاء ما أمكن من الأدلة عن كيفية التوصل إلى نوعية الحوت المطلوب التعرف عليه ثانيا ما هو اسم النملة التي تكلمت مع سليمان عليه السلام وما هي اللغة التي خاطبته بها ثاليا إذا كنت من الذين يؤمنون بمعجزة الإسرائي والمعراج فما هو نوع السرج أي المقعد الحصاني الذي ركب على ظهر البراق أي البغلة الطائرة التي استخدمها محمد عليه الصلاة والسلام للصعود إلى السماء السابعة وكم كان عدد الأسطوانات الأكسجينية التي استخدمها في هذه الرحلة رابعا ما هو الغرض من موعدة الله لموسى أربعين ليلة كما جاء في محكم آيات القرآن في سورة البقرة آية 51 وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وما هو هذا الأمر العظيم أو الموضوع المعقد الذي يحتاج أربعين ليلة لنقاشه أو تدبره مع موسى مع العلم أن الله عز وجل أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض ودبر جميع أخواتها في ستة أيام مؤكدا ذلك في سبعة مواضع في قرآنه الكريم خمسة ماذا يقصد الله بقوله ذرني ومن خلقت وحيدا هل هذا يعني كما يقول السوريون اتركني عليه أنا بورجي أم المقصود هنا من الله أنه يقول أنا بعرف كيف بأدبو وبخلي يسلم بأن القرآن كلامي وليس كلام ساحي أم هل هناك مقصد آخر السؤال السادس لماذا رد الله الإنسان أسفل سافلين بعد أن خلقه في أحسن تقويم حيث يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين السؤال السابع حينما قال الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان ما هي الأولويات التي كان منشغلا بها حينما أدل بهذا القرار ومتى برأيك سيفرغ الله للثقلين أي إنسه وجنه السؤال الثامن ما هي الحكمة من قوله تعالى في صورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولم يقل هدى للعالمين ونحن نعلم أن المتقين لا حاجة لهم للهداية بل ربما احتاجوا أن تثبت هدايتهم أو هداهم لأنهم أصبحوا متقين وقد اجتازوا مرحلة الهداية بأشواط كثيرة تاسعا قيل أن الله عز وجل هو شخصيا من رتب وأتم عقد الزواج بين زينب بنت جحش ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تم طلاقها من ابنه بالتبني زيد بن حارثة أو زيد بن محمد حيث قال الله في كتاب العزيز فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها والسؤال هنا أين تم عقد هذا الزواج أي تزويج زينب لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام والشق الثاني من السؤال من هي الشخصيات البارزة التي حضرت حفل الزواج أما الشق الثالث من هذا السؤال الأخذت موافقة زينب في هذا الأمر السؤال العاشر حينما خاطب الله عز وجل موسى بقوله إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى سورة طه آية رقم 12 هل كان هذا الأمر قبل أن يطأ موسى الوادي المقدس أم بعد أن دخل إلى الوادي المقدس وتكلم مع الله ناسياً أن يخلعن عليه أم أنه سمع هذا الأمر حينما انتهى موسى من كلامه مع الله كتذكرة له لكي يخلعن عليه حينما يأتي ثانية إلى الوادي المقدس للتكلم مع الله إلى هنا تنتهي أسئلة المسلمين ويتم الآن تحضير الأسئلة للأخوة المسيحيين والتي نأمل أن تكون جاهزة قريباً الرابط للاتصال معي للحصول على طلبات الانتساب إلى جامعة الإلحاد العالمية موجود في الأسفل وفي الختام لكم مني فائق التحية متمنياً لكم السلامة والطمئنة طلال الراووندي ترجمة نانسي قنقر